اهلا بحضراتكم مرة تانية في الحلقة اللي احنا بنحتفي بيها بالنجوم رمضان من الشباب النجوم اللي امتعونا وعملوا اعمال متميزة جدا ضيوفنا مش بس قصرين على النجوم الشباب اللي طلعوا في اعمال رمضان في قناة الحياة لا الحياة احنا كنا حارسين يجيب كل النجوم اللي لمعوا في رمضان دي زي ما قلت في الفصل الاولاني النجوم دور خلال فترة بسيطة جدا حلقهم لمعوا وكبروا وبقوا نجوم صف اول والحقيقة كلهم اثبتوا انهم جادرين انهم يكونوا نجوم صف اول خلونا نرحب بالمجموعة لمعادي دلوقتي حسني شيتر فنان الجميل اهلا بك حسني فنان هشام الشازلي اهلا بك هشام ابراهيم السمان نجم الجميل اهلا وسهلا عزة مجاهد النجمة الجميلة بنت الفنانة الكبيرة في في عبده اهلا بك عزة اسلام شوق النجمة جميل اهلا بك اسلام الناس الليسي نجمة واعلامية بتقدم برضو برامج مظبوط اهلا اهلا بك نورتوني وشرفتوني ونبدأ نبدأ بحسني انت منور الدنيا شفت انت بقى احكينا بقى اخبارك ايه ودأت ايه والحكاية ايه ايوب انت كنت منور فيه ما شاء الله كمان في رمضان عندنا في الحياة يعني الحمد لله ما كنت اعمل بقى لك كم سنة بتمثل تمثل من انا في الجامعة كم سنة؟ يعني داخل مثلا اتناشر تلاتتاشر سنة اهم اعمالك ايه اللي عملت ده؟ اه اشتباك طلق صناعي ايوب اشتباك انا صورت معاك اه في العربية في العربية جيت يوم واحد احنا عادنا شهور طويل بس هو يوم الحقيقة مش عايز اقولك هذا فاكر جدا اهة例 كان عامل floor حلو واحد ده واحد من اولترس مصبوط اه ألترس كنت بعمل شخصية اسمه فيه شو ام السابقية محمد ديب بن مخرج يعني الفيلم راح مهرجان كم كان طبعا كنت مبسوط جدا بالشخصية يعني وكل اللي شافي الشخصية كان بيوشيد به كنت هيل والله ايضا انا هعيت كم له والله متعيرش وبعدين واخر حاجة يعني عملت تجارب تانية في مسلسل فرق توقيت مع النجمة تامر حسني عملت مسلسل ألف ليلة وليلة مع النجمة أستاذ شريف مونير اخرجوا أستاذ زغراوف عبدالعزيز وآخر حاجة بقى كانت أيوب دي يعني بالنسبة لي كانت وشي الساعد علي حسيت بالنجاح فيه آه لدرجة بتخليني مرعوب شوية لأني ماشي في الشارع كنت الأول في الأعمال التانية الناس كانت مثلاً اللي بيمثله هو كان فيه حالة اللي هو بيطلع في التلفزيون حبيني بشكل يعني ما قدرش أقول بقى شبه اللي موجود دلوقتي في أيوب في أيوب بشوف فيه بريء في عينين الناس الناس حبيني لدرجة أنهما بيرددوا الكلام اللي أنا كنت بقوله في المسلسل الناس بتدعيلي في الشارع ومش مقتصر مثلاً على شريحة بعينها أو على معدل عمري معين يعني من أول الأطفال لحد ممكن ستة كبيرة جداً بلاقيها مثلاً عندها مثلاً 75 سنة وبتدعيلي بتقول لي يا ابني والبيت اللي مفروض صحيحة وضايع بتقول كلام من المسلسل فبالنسبة لي الحمد لله يعني لأنا بهنيك على كل أعمالك بجد وبهنيك على أيوب بس الحقيقة أنت واضح أنك أنت حابب التمثيل وأنك أنت كمان بتشتغل على نفسك يعني واضح أنك أنت بتطور من أداءة جداً أو يعني أصلي أنا التمثيل بالنسبة لي اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل اللي بيجي بصعوبة عمره ما بيروح أبداً فأنا بالنسبة لي التمثيل يعني حياتي يعني أكتر حاجة باستمتع بيها أنا دلوقتي أصلاً أعد مع حضرتك متوتر جداً ما بحبش الكاميرا بتاعت التلفزيون خالص نهائي لكن قدام الكاميرا بتاعت السينما أو الكاميرا بتاعت التلفزيون بحس أن أنا شخص مختلف لدرجة أن أنا مثلاً في أيوب تحديداً أو في اشتباك لما بتفرج على نفسي بحس أن أنا بتفرج على حد تاني فأحياناً مستمتعي يعني ما بقدرش أقايم نفسي بس بشوف رد فعل النس على الشخص رد فعل على سوشيال ميديا كمان شفت بتكسف والله تعالوا نشوف ماشهد ممثل جامد أنت بص أنا يعني انطبع عنك من أيام اشتباك أنك أنت ممثل قوي جداً والحقيقة بتأكدنا كل يوم فعمل بتعمله كده لكن الوضع أن الألم كان جامد في الأول ما كانش جداً يوجع يعني جداً بص سأله عثمان يعني يديها بسم الله ما شاء الله خفيفة جداً لا ما هو باين قالت لك إيه بعد الألم ده لا يا في الأول أما جاتت ضربني ضربتني برقة شوية وقعت لها لا يعني عايزين الألم اسكعين يا ألم فهي الصراحة بقى اندمجت قوي وضربتني ألم أنا طلعت من المشهد وداني بتصفر بس الحمد لله يعني أن الحاجات دي بتعمل مصدقية عند الناس جداً وقع أنت قد أكهير وأنا بيهنيك على شغلك اللي أنت عامله جداً هشام الشازلي عمل برضو دور جميل في أيوب تجربتك إيه هشام تكلمنا عنها اللهي أنا لحد الآن دي مقدود دي يعني مش فاهم أنا آخر مرة مسلت كان مصرح مع أستاذ محمد صبحي زمان قوي 94 مثلاً سبت اللعبة كلها ومشيت بسكة تانية أنا في مؤسسة إعلامية كبيرة حد بيشتغل بصوته فالناس ما تعرفنيش الناس يعرفوني من صوتي أنت كذلك صوت مين صوت مين أنا يعني ينفع أقول اسم القناة أه أول أم بي سي مصر أسعد الله مسائكم من جديد الليلة العشر مسائن على أم بي سي مصر هو أنت يا راجل يا ده أنت صوتك هايل رباني خليك ده دي شهادة لو تمدي على الشهادة دي أنا أعلق في الصالون صوتك كاريزمة أخوة سائل مين اللي بيقول أسأل أنا بعتبر اللي بيعمل voice over لمحطة ده لازم يكون ده شخصية المحطة فأنت صوتك فعلاً لي مزاق خاص وتسمع وتعرف بتفرج عليه رباني خليك بهنيك وبعد إيه السنة اللي فاتت أستاذ حسام علي لقيته معرفش مرشحني في دور وأنا كنت اشتغلت معاه وهو مساعد أول السيد سامر محصن حاجة صغيرة قوي كده فيلم رواي قصير وتقريباً هو فضل فكرني سبع سنين من بعدها أنا نسيت فكرة تمثيل وحلم التمثيل اللي انتهى من حياتي تماماً لغاية ما لقيتهم بيرولي تعالى يلا قمدي علشان تشتغل تلاتين يوم فلاقيت رد فعل حلو من الناس بس ستيل أنا لسه مش مصدق إني ممثل ومش طارح نفسي في السوق على إني ممثل أنا ممثل دوبلاش بشتغل مع ديزني بشتغل في ليا برامج يعني بعمل تعليق صوتي عليها والناس حباها ومرتبطين بالصوت بس ما يعرفوش الرجل ده يعني بععد على القهوة كده أحضر البرنامج بتاعي واللي جانبي عمل إحنا شعب بيجامل بالشتيمة يعني يقولك أبو تريكا ده لعيب ابن تيت مثلا يعني فأنت قاعد أنت سامع الشتامتك يا علم الرجل ده فقري ده إيه ابن تيت ومش عارف إن انت اللي قاعد جمع بايسه مش عارفوش بالزلط ويفتي بقى يقولك ما هو ده اللي طالع مع هينيدي مش عارف إيه فكرة إنك ممثل بالصوت ده مسألة تانية خالص إنت مستمتع بإنك مجهود ففجأة نفس المكان اللي بروح أعط فيه أشرب القهوة بتاعتي ما حدش بيعبرني دلوقتي أنا بتصور مع خمسة سيلفي والناس بيجيبوا لي عيالهم وشيلهم واتصور بيهم مخدود أكيد بعد أنه نجحت في أيوب هتكمل ولا إيه برضو مش هفضل طارح نفسي على إني ممثل أنا خامة المخرج اللي شايف فيه حاجة وعايزني معاه هعمل أفضل ما يمكن هخدم السيناريو على قد مقدر يعني أنا ما قدرش أقول إن أنا عندي تكنيك وطريقة ومش عارف إيه بتاع خالص أنا بقرأ السيناريو أكيد الراجل ده مدام سيناريست كويس وفيه نجم حط ثقته في الورق ده الورق ده عايز يقول حاجة فدي أهم حاجة بالنسبة لي أنا مش ممثل جامد قوي أنا هزاكر السيناريو قد هخدم السيناريو شخصيتي بتقولي مش هخش بقى على شخصيتي وزود جملة هنا وحط إفه هنا ومش عارف إيه لا أنا لسه معنديش الثقة في نفسي لدرجة نعمل ده أنا جاي أخدم العمل ده إحنا كلنا هنا عشان فيه ورق بيقول كلمة إيه الكلمة اللي بتتقال هحاول أقرأ أنا كمان إنت مؤلف وكاتب سيناريست مزرور يعني الفترة كده اشتغلت مع جيل من طلبة معد السينما هم حاليا الصف الأول يعني تامر محسن في الإخراج عمر فروغ في التصوير كاردوس يعني لو قلت حنسة كان حظي حلو إن تعلمت السينما في وسط الناس دول وهم طلبت معد سينما كنت بكتب لهم سيناريوهات مشاريع التخرج وكانوا منها حاجات خدت جوائزة عالمية وأنا قاعد في بيتنا يعني فيلمك بيتكرم في فرنسا وأنت قاعد في البيت بس أكيد اللي هيجاه هيبقى أحنا لأن الحياة بداية كمان وإن كنت غيرت الطريق في لحظة ودخلت في كارير جديد بس واضح أنك أنت بارع في التمسيلي نشوف ما شهر دي دي ما مسل عطوية لجامعة دي ما مسل طوي جدا يعني يعني بهنيك والله يعني وأكيد أنت سمعت شهادات الإطراء من الناس قبل سمحها مني الحقيقة يعني بحاول ووضح أن ندخلين في ميلاد نجم جميل إن شاء الله بنخليك توفي إن شاء الله إبراهيم السمان أهلا بيك إبراهيم وبرضو كنت في أيوب وكنت واضح أن أيوب السنة دي مطلع لنجوم كتير الحقيقة وعمل والاختيارات كلها أحمد صالح عامل شوالي كويس أول حقيقة عامل اختيارات كلنا بقى عن بداياتك وشوالك والله أنا خرجت من معه قسم تمثيل وإخراج 2010 وبدأت يعني الحمد لله كنت في 2010 عملت كذا حاجة عملت الجماعة وعملت أهل كايرو وعملت بالشام الأحمر مع سوزة يسرة وأنا أنت مخر المسرحة أذنك كبا معروف واحد جواز من برع مسرحة الحمد لله يعني أنا عندي وعندي فرقة مسرح مستقلة الحمد لله يا جماعة مع النجوم والله جمدة جدا ربنا يبارك في حضرتك وكان عندي بس في بدايتي كنت أنا جسمي كان زايد شوية كده ويمكن أيوب بالنسبة لي يعني بداية جديدة يعني الحمد لله ربنا لأننا اشتغلت على خسيت كتير أه خسيت كتير جدا كنت أدئيه ويتا يعني كنت كنت لو أنت شفتني المقارنة تبقى صعبة لأننا تقريبا في أيوب واحد تاني خالص مختلف عملت حاجات كتير قوي يعني قبل كده على مستوى الفيديو عملت عيون القلب عملت الخطيئة عملت اسمه مؤقت الحمد لله رب العمين بس ده كان باللوب تاني وأنا مليان بدايتي يعني بعتبرها بداية جديدة هي كانت أيوب والحمد لله رب العمين رد الفعل كان حاجة مشرفة وحاجة بسطتني جدا وعلى عكس أنا كنت متوقع أن ممكن يبقى فعلا دول اللي أنا بعمله ويبقى درد الفعل يعني وبمناسبة السوشال ميديا برضو يعني أول مرة تشتم كده في مسلسل كان في أيوم يعني شتمت جميل جدا وانت عملت دور صعب أصلا نعم لحد الحلقة الثلاثين بس بقى كان ناس بدأت صالح بقى كل اللي كان بيشتيني صالحني في الثلاثين يعني قصة حب رومانسية من طرف واحد نعم طبعا كان صعب جدا بس كان حاجة بالنسبة لي كانت جديدة علي وكانت حاجة كمان أعتقد أن هي ضد شخصيتي الحقيقية فكان محتاج شوية مذاكرة دور والحمد لله يعني أعتقد أن المخرج بقى واجه الممثل إزاي عملت إيه تعملت مع المفردات بتاع الشخصيات لا ده من أهم أدوات المخرج النجح اللي بيمثل أو بيدرب لازم يتخلى عن عن دول المخرج ده لما يجي يمثل يعني ده أنا مبرواني يعني لأن لازم يسق في المخرج اللي معاه معي أستاذ طبعا الله أكبر يعني أستاذ أحمد صالح كان راجل شطر جدا وراجل مختلف وبداية من الورق يعني جيب سرعة الصاروخ ما شاء الله عليه كل أعماله اللي فاتت واللي جاء إن شاء الله تبقى مختلفة وتبقى نكحة يعني فأنا بعتبر نفسي سعيد الحظ السندي أن أنا كنت عنصر من عناصر التمثيل في أيوب يعني فبعتبرها انطلقها جديدة لعنصر ممتاز والله ربنا يبارك نيكال نشوف مشهد لبراهيم مشهد بديبها يعني قوي وقدائك رائع يعني أنت مش بحديك شهادة أنت راجل مبدع في كل مجالاتك يعني يعني أعدنا كوكبة من المبدعين والله الواحد سعيد ننتقل بقى للأستاذة عزمجاهد الفنان الجميل عزمجاهد عمر الدور رائع ففوق السحاب وبعدين وضع الجينات بقى طبعا في في عبدو عزمجاهد أكيد فيه تأثير ولا إيه لا بس روح فيه في خمسة موة برضو لا لا في خمسة موة لا طبعا في سبع وقت بتعبدوك سبع وقت لا طبعا لا طبعا ده ما فيش حد يقدر يوصل لها يعني لا طبعا احكي لي بقى تجرفتك تجرفتك في فوق السحاب كلمني الأستاذ رؤوف عبد العزيز المخرج وبعدين قال لي تعالي عايزك معي في دور في مسلسل فوق السحاب مع النجم هيني السلامة رحت قابلته فقال لي بصي بقى عزة قال لي كلمة خلاني مرعوبة قال لي أنا فيه ثلاث شخصيات في المسلسل ده أنا بتحدى بهم طبعا الكلمة خضتني فقلت له طب حضرتك عايزني يعني يقول لي أعمل إيه فقال لي قال تكلمني عن الشخصيات اللي هي شايماء وتتكلم عنها وهو بيكلمني عنها أنا حبتها يعني أنا بقيت حاسة أن أنا برتبط بيها نفسيا حتى قال بنت اللي هي ما بسيبش حقها بتاخده بأي طريقة فبتديت ابتدى يتكلم معايا على الشخصية بعد كده خدت الورق قريته فبقيت حاسة ورأي بنيك الشخصيات لا حالس بقيت عني تماما تماما بس الشخصية دي أنا شفت شبيهها بيها يعني شبيهة الشخصية دي كنت بصور القاصرات في حتة اسمها الماكس في اسكندرية وكان فيه بنت بتعمل شيء وقهوة في المنطقة دي وإحنا بنصور كانت فيها شوية من الشخصية دي يعني لفتت نظري وأنا من نوع اللي عيني بتلقط يعني بتبقى حاجة يعني ملفتة كده في عيني تلقط بعدين أخزن بقى يعني طول ما أنا ماشية بشوف أي حاجة فبخزنها لغاية ما ييجي وقتها فكتعجباني شخصية البنت مستغرباها اللي الصوت العالي والجامدة والليها طول الوقت بتزعق وشخصيتها قوية جدا وزي الأمر يعني بنت جميلة جدا بس شخصيتها فضيعة شوية اللي هترك تربع يعني شايماء متاخدة منها بصراحة يعني شوية كده طبعا أنا بقى أنت من نوع اللي ممكن لما شوف حاجة في الواقع يستمد منها باستمد منها بالضبط أو بكمل بقى يعني اللي هو يعني شغلي أنا كممثلة بس طبعا يعني بتاخد منها الحاجات اللي شفتها بتبدل مخزنها لغاية ما بتطلع في حاجات كده يعني كان نفسي أما شفت الشخصية بتاعت البنت دي كان نفسي في يوم الأيام أعملها ففضلت جوايا أن أنا عايزة أعمل الشخصية فلما جالي الورق ده تريدت أفتكر طلعت المخزون بتاع الشخصية المخزون بتاع الشخصية وطبعا زودت عليه بقى على قد مضر بس بيت أذكره بصراحة يا دكتور يعني عارف اللي هو كنت عايزة أثبت برضو روحي أن أنا أقدر أعمل ده وأن أعمل شخصية بعيدة عني تماما وبقيت بقيت حس الأعمال بقول لي نفسي لأ ما أنت يعني لازم تثبتي روحك صح فبقيت شغالة بقى على الموضوع لو هي أعملتها بقتدار الشخصية جدا نفسي يا دكتور ربنا خليه حضرتك خليه حضرتك وطبعا وضع إنها بقيدة عن شخصيات الخالس يعني يا دكتور والله أنا مش عارفة أنا كنت بروحها أنت عملتها إزاي الشخصية دي لا أقول لحضرتك احنا اشتغلنا أنا والأستاذ رأقوف عليها كتير قوي على تحضرها قبل من نخش نصور وبعدين ابتهيت أهتم بالتفاصيل قوي بتاعتها يعني مثلا ابتهيتها أقول الشخصية دي إنما تيجي تتكلم مش هتتكلم زي حد عادي لازم هتبقى هتبقى جديدة وهتبقى طريقتها في الكلام يعني أعرف اللي هو بتمط في الكلام كده اللي هو مش شخصية حد عادي وقوية وعندها الشخصية مش ممكن هكون ويكون مثلا حاجة كيوت يعني فلازم هتبقى حاجة فكنت بفضل أعود أفكر هنا الشخصية الكلام ممكن تقولي الجملة دي ازاي طب يعني بتيجي تتكلم تتكلم ازاي البادي لانجوش بتاعتها يعني لا البادي لانجوش حيلة بصرح يعني فإن الجميل عمل دور الزياد فرحيم مزبوط مزبوط كده تجربتك يبقى تكلمني عنها رحيم على فكرة المسلسل حلو قوي أنا كنت ريسة بكلم ياسر جلال مبارح وبهنيع ليه بقوله من أجمل المسلسلات والله أنا كمان استمتعت بالمسلسل ده شوفت روح القضية ازاي يعني فعلا من من أكتر الحاجات اللي استمتعت بيها يعني كمان الشغل مع أستاذ ياسر يعني ليه حالة كده مختلفة شوية يعني احنا طول الوقت أنا كنت في التصوير ما بحسش قوي أنه هو البطل بتاع المسلسل يعني من كتر ما هو بني أدم كبير وقضير يعني وبيساعد طول الوقت بيساعد الناس يعني مش أنا بس أنا بدايتي أصلا كانت في مسلسل أب الروحي دي كانت أول تجربة وكنت بعمل شخصية اسمها اسمه علي العطار يعني كنت بعملت العطارين دول وزياد دي تاني تاني تجربة هو للأسف زياد ده كان شخصية صعبة شوية لأن كنت المفروض بعمل دور واحد عنده عشرين سنة أو تسعتاشر كمان فالموضوع كان شكله غريب وأنت خمستاشر إيه وأنا أصلا خمستاشر مش عارف يعني هو بس الفكرة أن الناس كانت بتقول أنت بتدقني شكلك كبير فلما حلقة تدقني بقى شكلي صغير جدا أنا ما كنتش مستوعب يعني أنا ما كنت بقى حلقة داني وقفة دون مري أنا شايف نفسي عادي هم اللي كانوا شايفين الموضوع غريب شوي يعني حتى كمان كنت بكلم المخرج بقول له يعني أنت متأكد أن أنت عايز نعمل الدور ده فقول لي أيوة يا ابني فيه إيه عايزك تعمل الدور دارس إيه أنا دارس أداب مسرح جامعة حلوان نقد ودراما واشتغلت على فكرة أنا بشتغل أصلا مساعد مخرج يعني سانما وفيديو كده هي بتبدأ كده الأول تقفر الكاميرا والله والله أنا ما كنتش ما كنتش بفكر خالص في موضوع التمثيل ده بس هو سبحان الله يعني جي كده يعني كنت في فترة كده ما كنتش بعمل حاجة كمساعد مخرج فلاقيت أستاذ بيتر ميمي بيكلمني بيقول لي تعالي أعمل دور يعني في المسلسة بيتر ميمي النهاردة بطلع يمكن نفس الوجوه الجديدة الجميل اللي عامل الشغل يعني لا هو يعني هو مشه الله يعني هو بيعرف يعمل كده كويس يعني بيعرف بيعرف يختار كويس وبس وعملت وعملت دور زياد دور زياد جميل كده هايل هايل خلاص حتسيب حتسيب بيع مشاعدة المقر والشارك كده ممثل أنا أظن الأمور خلاص يعني والله يعني ياريت لا أكيد أكيد إن شاء الله التوفيق إن شاء الله برسي إيناس الليسي إيناسي إحنا قريب أول حاجة طبعا إنتي حتشي أي حاجة مش حاجة أنا سعيدني بس أنت الليسي بنها أنا الليسي المينيا في قد 600 كيلو في النص إينا كتير قوي عند الليسي الليسي ماشي الله منتشري في مصر أنا بأسعد بقي حد الليسي إيناسي الله إنتي منوراني نهار وأسعد جدا نحنكون قريب طبعا يا إيناس طبعا طبعا تجربتك بقى الجميلة إنتي مزيعة أساسا وبتعملي برامج في قنوات وبعدين جات لك الفرصة وعملتي مع حمد هلال فأخذنا أمر مصبوط تجربتك طبعا يعني أنا كان بالنسبة لي أن أنا حلمي أن أنا أكون مزيعة مش ممثلة تماما بس طبعا أنا ليه أصحاب كتيرة جدا في المجال فقالولي ليه ما تجربي يعني مثلي شكلك حلوة في الكاميرا والكلام ده كله بس يعني بس معه عادي فقط ميشي بس أنا ما بعرفش يعني أجي قدام الكاميرا يعني أول شخصية غير شخصيتي يعني أنا حتى دلوقتي أنا دايما أنا اللي بسأل اسألي يا سيتي ولا أمك فكان مختلف تماما لما تبقى قدام الكاميرا بشخصية غير شخصيتك الحقيقية فدي كانت بالنسبة لي كان رعب فأنا ابتديت قلت أول حاجة أن أنا يعني طبعا أدرس تمثيل فدخلت معها فنوم مصرحية قسم تمثيل وأخراج وهنا بقى ابتدى يعني طبعا دكتور أشرف زن بقى يعني دكتور أشرف زكية آه طبعا دكتور أشرف زكية طبعا الجميل صديق العزيز فكان كل ما يشوفني ما تسيبك بقى من الإعلام بقى أول تجي للتمثيل فقوله طيب يا دكتور ماشي يعني وهو طبعا بيساعد كل الطلبة بجد يعني بحييه ويعني حد محترم جدا بيساعد أي حد محتاج أي حاجة في المجال وطبعا في المعهد خصوصا كان كل محاضرة لازم يقولنا اشتغلوا على نفسكو لازم تتعلموا فطبعا لغاية ما جات طبعا جات فرصة إن أنا قابل أستاذ أحمد شفيق وكمان ساعدني فيها كمان مساعد مخرج أحمد وحيد محب كان برضو ليه الفضل قال لي تعالي في دور لايق عليكي جدا وأنا طبعا أنا رايحة يعني أنا رايحة كده يعني إلى حد ما مرعوبة وإلى حد ما مش واخدها جد بس لقيت طبعا أستاذ أحمد مريح جدا وحد محترم أستاذ أحمد شفيق والكروم كله وأحمد وطبعا حمد أهلال من الناس المحترمة معروفة جدا حمد أجرمي جدا طبعا إنها مريحة كمان فقالوا لي هي شخصية قريبة منك طبعا واللي كان اللي يعتبر خطيبي أحمد عصام برضو يعني حد لطيف جدا وكوميدي فكان بالنسبة لي كان مريح حسيت أن أنا دي أول دور تعملي في حياتك أول مرة تمثلي لا مش أول مرة عملت أفلام قصيرة وبرضو راحت مهرجان كان بس مش في المسابقة يعني بس اتعرضت في مهرجان لكن ده أول دراما تليفزيون تعمليها لكن دي كانت أول دراما نهو يكملي وحسيب التقديم بقى خلاص لا طبعا أنا بحب الإعلام وبرضو أنا متخرجة من جامعة القاهرة إعلام إزاع و تليفزيون فأنا بالنسبة لي اللي اتنين أنت في صراع كبير جدا يا جماعة في صغير مزيعة طلن نشوف كده ونحكم بعد كده وزنك أنت كده حكم بليم شغيرة قوي يعني الشر باين قوي بس على فكرة واضح أن اللي بتقدم برامج بتعرف تمثل كويس ما عندهاش خوف يعني قدام الكاميرا برضو بس هي المفروض تفصل بين شخصيتها الحقيقة وبين النبط بتعمل كاركتر تاني زر شخصيتها الحقيقة ودي كانت بالنسبة لي برضو حاجة جديدة لا إن شاء الله نكسبك مزيعة أنتو أسعدتونا النهاردة بجد أنا بعمل وزي ما قلت في بداية الفقرة أنا عارف أن أنا قاعد معايا النهاردة ستة من النجوم المتميزين اللي حيكون لهم مساحة كبيرة جدا أنا عارف كل واحد كان لي مهنة قبل كده وعمل شيفتنج للموضوع ودخل في وي تاني لكن أنا واثق أن الجميع إن شاء الله لأن بجد أنتو يعني حسطوا إعجاب الناس وحبهم وتقدرهم وإن شاء الله الفترة الجاية نشهد بزوغ النجومية لحضرات كلكم نورتونا جدا مرسي دكتور وإحنا بمخصوصين مع حضرتك النهاردة والله وأنا كمان جدا جدا وإذا أسعدتونا وأسعدتو ملايين المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة بسي لكم ودائما نشوفكم نكحيين وتفوقين إن شاء الله حالة النهاردة انتهت من بوضوح كنا حرسين نحن نقول مرسي وشكرا وكل النجوم الشباب اللي نوروا في أعمال رمضان وكانوا يعني مصدر إسعادنا كلنا النجوم دول خلال فترة بسيطة حلقوهم إن شاء الله بإذن الله أن أقيهم كلهم نجوم صف أول حلقوهم بيعملوا أعمال متميزة إنهما كمان عندهم حاجة مهمة قوي الجيل ده بيعرف يختار كويس الأعمال اللي يقدمها عشان يبقى ليها مردود عند الناس أشبكم جدا جدا نسبحها الألف